أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة الحقيقة راح أحكي لكم عن كنز أو كنزين كشفاء عنهما في العراق أحدهما في جنوب في المنطقة السومرية في أور والآخر في الشمال في المنطقة الآشورية في نمرود يعني في العراق القديم أو في المناطق الأثرية والتاريخية في بلدنا بالحقيقة لم تكتشف الكثير من الكنز كما هو الحال في مصر الفرعونية لأن فراعنة مصر كانت قبورهم تملى بمصوغات وبهدايا ذهبية وغيرها ولهذا اشتهرت قبور الفراعنة التي تحوي ممياتهم بهذه الكنز الكثيرة في العراق في أواخر العشرينات المنقب الإنجليزي سير ليونارد وولي وهو ينقب في مدينة أور كشف عن مقبرة ملكية أثار الضجة في وقتها مقبرة الملكية تعود إلى ملكة سومرية من حوالي 2700 قبل الميلاد وزوجها اسمها بوآبي الملكة السومرية دفنت معها مصارات كثيرة ومع زوجها أسلحة من الذهب وخوذة ذهبية وكما دفن مع الجثتين حرسهما ومرافقوهم وعرباتهم يعني هذه كانت الحقيقة الاكتشاف هذا كان غريب في وقتها لأن يظهر كان الملكة وزوجها كانوا هم من ضحايا الزواج المقدس الذي نسميه في الأداب السومرية والملاحم السومرية كان يقتل الملك والملكة بعد أن يمارسوا الزواج المقدس لنشر الخصب في البلد الحقيقة بالزراعة والحيوانات وغيرها ولم تتكرر يعني في العراق القديم هذه حصة مرة واحدة في مطلع الألف الثالث قبل الميلاد وربما أيضاً هذا التضحية بالملوك حصت في الصين كما نعلم ولم تتكرر في العراق القديم إلا أن المقبرة حوت كنز كبير في الحقيقة في وقتها هذا الكنز وزع بين ثلاث متاحب المتحف العراقي والمتحف البريطاني ومتحف الجامعة في فنسلفانيا في الولايات المتحدة لأن البعثة كانت مشتركة من متحف الجامعة في فنسلفانيا والمتحف البريطاني ومتحف لندن بالحقيقة وكان في ذاك الوقت المدير الفخري للآثار في العراق الآنسة جريف شتبير اللي عيدها المرحوم جلالة الملك فيصل الأول مديرة فخرية وهي اللي كانت تقسم الآثار بين البعثات المكتشفة إحنا الحصة اللي جدنا للمتحف العراقي معروضة الآن في القاعة السومرية وتمثل الحقيقة كنز من الذهب ومن المصاغات ومن الحجار الكريمة وغيرها والقثارة الموسيقية اللي أعيدت تكوينها وأمور كثيرة والمتحف العراقي الحقيقة لا زال يحافظ عليها الكنز الثاني كشف عنا بالصدفة في خريف العفو ربيع تسعة واثمانين في أسفل أرضيات غرف قصر الملك آشور ناصر بال الثاني في نمرود نسميه القصر الشمالي الغربي أيضا شبابنا من آثار الموصل كان يكملوا تنظيف وصيانة مرافق هذا القصر وبإزالة أرضية إحدى الغرف الرئيسية للحريم في جانب من القصر كشفوا عن قبر في جثتين وجثة ثالثة لصبية اللي ملكتين وبنت الحقيقة الجثتين موطات كليا مع صبية بمصاغات ذهبية وزنا بعدين قدرنا نعرف أكثر من خمسة واربعين كيلوران من الذهب من المصاغات الآشورية الدقيقة والفنية المراود والغطاء الرأس والحجول والأساور وكثير من وحتى فساتين الملكتين من إحدى الملكتين كانت زوجة الملك سجون الآشوري الثاني الحقيقة يعني هو حكم في نينو وفي فرصابات ليش جاب الجثة لأن يظهر مدينة نمروت كانت هي الحصن العسكري للدولة الآشورية فحاولوا يدفنوا مشاهير المتوفات والمتوفين في هذه العاصمة وبالفعل حوفظ عليها ولم ينهب هذا القبر أو غيره بالحقيقة أخرجت طبعا المصاغات وحوفظ على الهياكل العظمية وفي وقتها نقلت المصاغات الحقيقة في وقتها عرضت في القاعة الآشورية الصغيرة في المتحف العراقي والمواطنين وكثير من الزوار شافوها هذه اللقن الكثيرة والفنية والمصاغات الدقيقة والمتنوعة إلا أنه من بدء الأحداث والمعارك وأصبح الخطر على المتحف العراقي ومحتوياته فأخذت هذا الكنز وكنز أور إلى خزانات البنك المركزي ويسعدني أن أقول أنها لازالت في خزائن البنك المركزي في بغداد في العراق إلى الآن ونحمد الله على سلامتها وإن شاء الله حين تستجب الأمور الأمنية نهائيا ستستخرج هذه الكنوز ويعاد عرضها في قاعات المتحف العراقي كما كان في السابق وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة